على صعيد آخر قال مصدر مطالع لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات دولار لإسرائيل ضمن طلب اتفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونغرس بحلول الغد ومن المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار بشروع ومشروع قانون الإنفاق التكملي بسرعة التسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب التصعيد الأخير فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا